لا تزال الأنباء حول مصير رجل أعمال أردني محتجز في السعودية مجهولة فقد نفت مصادر مقربة من عائلته نبأ الإفراج عنها مشيرة إلى وجود وساطات تسعى لوقف احتجازه وكانت السلطات السعودية استدعت أحد رجال الأعمال الأردنيين وباشرة تحقيق معه في تهم تتعلق بقضايا الفساد التي أنشأت في السعودية حيئة خاصة لمتابعتها وتقصي الحقائق فيما يخص العديد من الاستثمارات والأموال المتحصلة بعدد من المشاريع التي استثمر فيها المصادر أوضحت أن السلطات السعودية تباشرت بالتحقيق مع رجل الأعمال الذي يملك عديد الاستثمارات داخل وخارج السعودية فيما لم يتسنى الحصول على معلومات مؤكدة حول مكان تواجده حيث تشير بعض المعلومات غير المؤكدة أنه يتواجد في ذات الفندق الذي يحتجز فيه عدد من المتهمين في قضايا فساد مؤخرا هذا ورفضت وزارة الخارجية الأردنية التعليق على خبر الاحتجاز أو عن أي معلومات حول هذه القضية قال وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة إن الأردن تقدم في السنوات الأخيرة على العديد من المؤشرات المعنية ببيئة الأعمال مثل تقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال من المرتبة 118 إلى 103 مؤشر ريادة الأعمال من المرتبة 56 إلى 49 ومؤشر تنفسية المواهم من المرتبة 70 إلى المرتبة 58 وأوضح أشحاد أن أحد الخطوات المهمة التي يتم تركيز عليها هي أتمتة الإجراءات من خلال الحكومة الإلكترونية مؤكدا دور هيئة الاستثمار في تحفيز الاقتصاد الوطني وتمكين المستثمر الأردني إضافة إلى جذب المستثمر الأجنبي وبيّن أن العمل مستمر على مشروع مراجعة التشريعات الاقتصادية الأردنية الذي يسعى لمراجعة القوانين والأنظمة التي تحكم الأنشطة التجارية مشيرا إلى أن استقرار التشريعات ومساهمتها في خلق بيئة استثمارية مواتية وأمر مهم جدا تسعى الحكومة إلى الوصول إليها وأشار أشحاد إلى أن الأردن أصبح يستقطب العديد من الشركات وذلك للعديد من الأسباب منها انخفاض التكلفة التشغيلية للخدمات حيث أنها أقل بعشر مرات من بعض البلدان الأخرى إضافة إلى انخفاض معادل الدوران في الموارد البشرية مقارنة بالدول الأخرى منوها إلى قصص نجاح عديد لشركات عالمية وكبيرة فضلت أن يكون الأردن مركز لعملياتها حدثت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات نماذج الإقرارات الضريبية للدخل والمبيعات بإضافة خانة خاصة برقم الحسابة الدولية على نماذج الإقرارات الضريبية ليتم تابعتها من قبل المكلفين ولتمكين دائرة من تحويل مبالغ أي ردية تتحقق للمكلفين إلى حساباتهم البنكية دون عناء مراجعة الدائرة للسلام الشركات ومن ثم مراجعة البنوك لصرفها وقال مدير الإعلام والاتصال موسى الطرونة إنه تم إضافة خانة على نماذج إقرارات ضريبة الدخل لمعالجة الإعفاءات الضريبية الواردة في نظام تخفيدي ضريبة الدخل في المناطق الأقل نموا ونشرت النماذج على موقعها الإلكترونية تحت عنوان الإقرارات الضريبية في حين تمت برمجتها على الأنظمات المالية وعلى برامج الحكومة الإلكترونية وأكد الطرونة على لسان الدائرة أنه على المكلفين ضرورة تعبئة نماذج الإقرارات الضريبية المحدثة إلكترونيا اعتبارا من مطلع عام 2018 وطلبت الدائرة أيضا من المكلفين الذين لم يبادروا حتى الآن بالحصول على اسم مستخدم وكلمة مرور مراجعة أي من مديريات ومراكز الدائرة للحصول عليها اتفق عضاء الاتحاد العام لنقابات أصحاب العمل تحت التأسيس على وضع وسم القدس عاصمة فلسطين الأبدية على مطبوعات النقابات وأوراقها الرسمية وذلك رفضا للقرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال وتفقوا كذلك على إرسال خطاب نوايا للشركات الأمريكية ووكلائهم وممثليهم بالأردن لتحديد موقفهم من القرار وتأكيد بأن مصالحهم ستتأثر مستقبلاً في حال عدم تراجع الرئيس الأمريكي عن قراره والطلب من كل النقابات ومؤسسات القطاع الخاص في الدول العربية والإسلامية والصديقة باعتماد هذا الخطاب وتعميمه على الشركات الأمريكية المتواجدة في تلك الدول وإلى أسعار الذهب حيث عادت الأسعار بالارتفاع في السوق المحلي لتزيد بنحو نصف دينار لجراما الواحد خلال أسبوع بعد زوال تأثير قرار المركزي الأمريكي برفع الفائدة على الدولار بحسب أمين سير نقابة الحلي والمجوهرات ربحي علان ووصل سعر جرام الذهب من عيار 24 كما نتابع إلى 28 دينار وتسعين قرش للجرام وأيضاً الجرام من عيار 21 ارتفع إلى 25 دينار و60 قرش وعيار 18 ارتفع إلى 21 دينار و75 قرش وما سعر الليرا الرشادي ارتفع إلى 182 دينار والليرا الإنجليزي إلى 208 دنهنير وبحسب تقارير عالمية فقد سجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها في أسبوع يوم أمس لتصل إلى 1256 دولار للأنصة مع استقرار الدولار بعد أن هو في الجلسة السابقة إثر قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة تشنى رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ناصر شريدة في العقبة مشروع المجمع التجاري الترفيهي مجمع النفورة بكلفة 15 مليون دينار الذي يقع في منطقة تتوسط المجمعات السياحية والفنادق الرئيسية على مساحة أرتبلغ 13 دنما ومساحة بناء تبلغ 21 ألف متر مربع والمملوك للأسواق الحرة الأردنية وأيضا قال شريدة أثناء الافتتاح أن إنشاء المجمع سيوفر استثمارا قيمته حوالي 14 مليون دينار وفرص عمل مباشرة وغير مباشرة وسيكون له قيمة مضافة على المنتج السياحي والعقاري والاستثماري في العقبة مشيدا بخطوة الأسواق الحرة الأردنية للاستثمار في العقبة حيث أن الاستثمار الوطني يشكل قيمة أساسية من قيم والفلسفة إنشاء المنطقة الخاصة من جانبه قال رئيس هيئة المديرين في شركة الأسواق الحرة الأردنية مازن الساكت إن المشروع الذي تم تصميمه من خلال مصابقة شارك فيها أهم شركات تصميم الأردنية ولجنة اختيار من كبار المهندسين تتركز أهميته وتميزه على أنه مشروع تجاري ترفيهي يحتوي عشرات المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي وسوق حرة ومختلف الخدمات البنكية والاتصالات والمواصلات وصالة ألعاب للأطفال وصيدليات ويوفر المجمع المصاعد والأدراج الكهربائية ومواقف للسيارات داخلية وخارجية قيمة مضافة عالية لأنه أولا ينوع المنتج السياحي ثانيا يعطي مجالا للتسوق بأسعار تكاد تكون نصف الأسعار المعروفة للمركات أو العالمات التجارية العالمية التي تصنع خصيصا نوعيات ذات جودة عالية من الملابس ومن البضائع الأخرى خصيصا لهذا النوع من المحلات أو ما يسمى بالأوتلت أسست جامعة طفيلة تقنية في عام 2005 كأول جامعة تقنية في المملكة لتلعب دورا كبيرا في قطاع التعليم العالي وتسهم في دفع عجلة تنمية في محافظة طفيلة من مختلف القطاعات إلا أن ما تعنيها الجامعة من مشاكل عديدة بعد تعرقل سير العمل فيها أدى إلى عدم قدرة الجامعة على تحقيق الأهداف التي أسست من أجلها نتابع في خبر آخر حيث أعلنت محمية ضانة للمحيط الحيوي عن انتهاء الموسم السياحي في مخيم الرمانة التابع للمحمية والذي يعتبر كأول موقع للسياحة البيئية في المملكة والذي يستقبل زوار من منتصف شهر أذار وحتى نهاية شهر تشرين الثاني من كل عام وإدارة المحمية أشارت إلى الزيادة الملحوظة في عدد الزوار لمرافق المحمية المختلفة خلال عام 2017 بنسبة وصلت إلى 33% مقارنة بالعام الماضي حيث تجاوزت أعداد الزوار 80 ألف زائر في حين كان ما يقارب 50 ألف زائر في عام 2016 وبلغت استفادة المجتمع المحلي من عائد السياحة في المحمية ما يقارب المليون وستمائة ألف دينار في عنا الحمد لله رب العالمين نقل نوعية بعدد الزوار مقارنة بالسنة الماضي تقريبا وصل عدد الزوار المحمية الضانة بشكل عام ما بين زيارات نهرية ومبيت تقريبا 80 ألف زائر مقارنة بالعام الماضي 50 ألف زائر فكرة السياحة البيئية بالأردن أول ما جزتت بمخيم الروماني الهدف من إنشاء مخيم الروماني كان في أكثر من هدف الهدف الأول أن يكون في عنا ديمومة للحياة الطبيعية والتنوع الحيوي الموجود في المحمية كمان محاكاة الطبيعة للزائر وتنمية المجتمع المحلي في الشأن الدولي عمل المجتمع المحلي في كراكاس فنزويل على استحداث عملة جديدة لمكافحة الأزمة الاقتصادية الفنزويلية مزيد من التفاصيل في هذا التقرير من أجل مكافحة الأزمة الاقتصادية الفنزويلية عمل المجتمع المحلي في كراكاس على استحداث عملة جديدة وجاءت هذه العملة معدم توفر النقود في المصارف حيث ستوفر شراء السلع التي تنتجها المنطقة وبالتالي تخفف النقص في النقد والتضخم بنال وهي العملة التي تحمل صورة الرئيس الفنزويلي السابق هوغو تشافيز تهدف إلى مكافحة الندرة النقدية وأسعار المواد الغذائية غير القانونية وهي واحدة من المشاكل الاقتصادية الرئيسية التي تخنق الشعب والحكومة وتعتبر هذه العملة عملة موازية لبوليفار العملة الفنزويلية حيث أن العملة الموازية والوحيدة هي الدولار الأمريكي وترتفع الأسعار بشكل شبه يومي وخفضت قيمة البوليفار بنسبة 95% مقابل الدولار الأسود الذي يمول الكثير من الواردات من القطاع الخاص